محاضرتنا لهذا الأسبوع المحاضرة الـ 15 ستكون عندنا عن الأوسيلسكوب انتو كلكم شايفين الأوسيلسكوب المختبر ومتعاملين بس نحن نجيب هاي المحاضرة شعل الأوسيلسكوب تركيبة مكونات الأوسيلسكوب ثم نجيب نحن في الطريقة العمل والتصاميم اللي موجودة بالنسبة الى الدزاين بالأوسيلسكوب فبهاذ المحاضرة راح نجلسة نكتشين عن الأوسيلسكوب كجهاز وش نوعدنا الأوسيلسكوب يقول لك الأوسيلسك في دوبائوت ثمتون عن الأسف الطريقة عدنا الاسيسكوب يعني خلال دراستنا احنا للاجهزة الاليكترونية واجهزة النيتفورج السيجنال اللي احنا دانت عاملوا اياها اللي هي تكون يعني اللي هي تكون متغيرة ويزمع اللي هي شل هي اللي هي اللي هي اللي هي الح تكون عندك ثابتا ونتقدر تقيس قيمة وتثابتا بينما عندك السيجنال هي رح تكونorthي اي سيجنال اللي ونتحده متغيرة ويزمع هذا السيجنال التغير به رح يصر عندنا بعد ناش رح نحتاج رح تحتاج الى جهاز يقدر يبيننا الامplitude مالهاد يستيقناب ويبيننا time مالك يعني الامplitude as a function of time شنو قصدنا بالامplitude as a function of time أكواح لما كنتم يعرف طلاب يقدر يقولي طلاب موجودين ويايا وينكم استغال قصدر الولتية هو المسترح الامplitude as a function of time يعني شنو بديد نقصد به هتكون فكرة عننا ولا واحد هو احنا لنقصد به كمصطلح معناها انه الامplitude اللي هو القيمة مثلا تسمي قيمة بغطية بالنسبة الى الزمن يعني ان عندي بعد واحد سكند اشقد عندي البولتية عندي اربعة بولت عندي ثلاثة بولت بذين بعد اثنين سكند اشقد صارت البولتية صارت ثمسة بولت بعد ثلاثة سكند صارت ثبعة بولت بعدها رجعنا بعد أربعة سكت إيجاد صارت عندي صارت عندي خمسة بولت أو أربعة بولت هذا هو اللي نقصد به بأنه عندنا Amplitude as a function of time يعني إنه آني إيجاد الامplitude مع هذي signal اللي تدخل عندي خلال وحدة الزمن خلال كل زمن إيجاد عندي الامplitude وهو هذا اللي يبينينا signal اللي هي مرسومة عندك لما أنت شوفها الموجودة عندك متغيرة فش يشوف أنت خلال إنه كل فترة الزمن أنت عندك Amplitude مختلف إيجاد فالاوسلسكوب هو الجهاز يدير خيساعدنا إنه نقدر نعرف بشكل هذا الامplitude خلال وحدة الزمن المعينة التي هي هذه طبعا إضافة إلى يعني نقدر نعرض بأنواع المقلية الأخرى نقدر نعرض بـ التصرف مع الموجة البيهي بيار مالها شكل الموجة هذا كل إحنا نقدر نعرضه بالاوسلسكوب فإذن هو رح ينطينا فلسل تغطور for the development of electronic circuit and system طبعا هو صار الأوسلسكوب اللي موجود عندي صار عندي يعني كإنسترومت دائما نستخدمها بمختبرات اللي عندنا بها electronic circuit نتعامل به فدائما نشوف إنه إحنا عدنا أوسلسكوب قادر المختبرات أو قادر المعامل أو غير وغير دائما يكون زين حتى يوضحيني شون نعم مصطفى عندك سؤال شيء نعم دكتور بيتس اللي هو آخر فالتية يعني صارت عندنا اللي هو هذا شون تشون توضيحة ما فيها متر الضوط لا الامفتتود أنا عندي بالموجات اللي هي تصير على فنشن أكثر يعني موجة الأيسي نجي إلى موجة الأيسي اللي هي انت شو تشوفها الساين وايب الساين وايب هي تبقى من الصفر أو من الصفر معينة وتصفر مو تمام اللي هو شنو البيك تو بيك مالتها بالمختبر ناخد البيك تو بيك كلها البيك تو بيك مالتها مثلاً أربعة أكبر زين معنى هنا شنو أنا عندي هنا أنا ثنيين بولت هنا أنا ثنيين بولت زين أو البيك أربعة بولت معنى هنا عندي أربعة بولت أحسن عندي جوة أربعة بولت زين هذا نحن خلي نقول إذا أنت الفريكونسي ما لديك زين رح نكتشمارتنا الفريكونسي ما شنون رح نطلع بالله الفريكونسي تو ارقون أو لا ساد نضرب في صفر بوينت سبعمية و سبعة لا لا هذة المربعات في لسكل هذا الارد المربعات نعم عدد المربعات نعم عدد المربعات اللي بداخل الموجة زين هذة شرح يمثل من عدد المربعات يمثل إنا الامبلتود أعتقد لا هذا إذا بالارتفاع إذا بالواي أكس إذا بالأكس أكس هو بالخط يمثل أبرد المربعات بضبط صحيح ملا شنو شنو كل خط الاربولد نعم شنو طلب الو تاذي يعني مثلي تايم مال الموجه ورح يمثلي تايم مال الموجه فاني اذا ارده طلع التردد ايش بح يسوي عندنا واحد على تي اي واحد على تي رح يطلع عندي التردد جين انا حسب اللي موجه واحد على تي فاني لما عندي الموجه التردد مالتها فاني نقول مثلا موجه تردد طلع اثنين هير مروا خواب ايش قد رح يصر عندي زمن مالتها ماطلنا مصطفى ستعد 0.5 بضبط رح يصر عندي 0.5 second هادا شين هو الTIME مالتها ويايا شباب كلكم نعم دكتو مصطفى هسا نرجع السؤالة انا هساش عندي الTIME عندي الTIME 0.5 second اوكي لهاذي الموجه يعني الموجه شنو تبدي وتخلص النص ثانية تمام زين انا هاذي الموجه تبدي وتخلص النص ثانية الموجه اذا النصف الثانية دي هي 0.5 من السكن اذا الموجه بعد 0.1 من السكن اش قد رح يكون مالتها هاذا اللي هو انا اقدر اشوفه خلال اللي هو التغير يعني انا بعد 0.1 سكن احيصير عندي ارتفاع الموجه احنا جاقدرنا اذا ارتفاع الموجه اربع باب بعد 0.1 سكن احيكون ارتفاع الموجه واحد وربع باب مالتها فهي بعد 2.5 سكن المفروض بعد 1.4 سكن توصل ال P يعني توصل الاربعة بعد 1.4 سكن لان هي كل 2.5 سكن رح تكمل المالتها يعني تكمل جزء من الموجه اللي هو جزء او جزء السالب فانتصر يعني انت بعد 1.4 سكن و 0.125 من السكن ايش رح اصصر رح اصصر اربعة او زين بال 0.1 ايش قد رح اصصر بال 0.05 ايش قد رح اصصر يعني هذا رسم الموجه اللي هو اه كل دقيق كل جزء من الزمن ايش قد رح يصير مالتها هو اللي يبين الكيام ال وضحط له بعد وضحط خلي بس اشوف كن بالله دقيقا شباب واضحة عدكم هسه هذي شاشة اللي طلعت نعم واضح تمام يعني فتحة عدكم وشاشة هسه مالتش اسمه مالتبين نعم واضحة نعم دكتور نعم هسه شرح سوي انا هنزل جماعت ممكن افتح اخذ هسه هذي احنا رح نفرض هسه عندنا هذا هنان اللي هو الموجة مالتنا هذا اللي رح يكون عندنا ال y ex و ex ex هسه هذي عندنا اللي هي الموجة تمام هسه احنا اذا نجي هذي الموجة خلي نفرضها منها النقطة اللي هي بدايتها عفو هايتها وها هنان بداية الموجة منا الهنان هذا الزمن ما الموجة احنا خلي نفرضها مثلا عندنا تفار خلي تقول هذا الزمن عندي اربعة سكن اوكي يعني هذي الموجة منا الهناش قد رح تبدي منا الهن هاي المنطقة اللي موجودة عندي هاي هيد شي هاي عندي هيد شي هذا رح يكون عندي اثنية السكن تمام ويا يا شباب تمام تمام هسه رح نجي آني هنال هنال نقطة آني عندي اربعة عضو اللي هي في كتب زين فهسه شرح اجي آني هسه خلال وحدة الزمن هذا كل اثنين سكن بعد نص ثانية زين اش قد رح يصير عندي ارتفاع الموجة الامتلك مال هسه آني هذا بما انه بالنص هذا واحد زين يعني بالنزارة الموجة بنص ثانية اش قد رح يصير عندي الترد بعد نص ثانية هنا رح يصير عندي الامتلك زين هاذا الامتلك اش قد قيمته رح نجي حسب الاسل سكوك اش قد رح يقرال مثلا آني عندي هاذ النقطة الان اثنين ونص بول فإذا أنا رح أقول بعد نص سكيند الامتلك اثنين ونص هذا الطريقة يعني هذا طريقة الخسابة هنا أو معرفة الامتلك ما قدر أنا ما تطلع عندي بالأوبوميتر وتشايفين الأوبوميتر الأوبوميتر الشي نطينا ينطينا محصلة للموجة بس أنا هنا بخلال الأوسلسكوب أقدر أعرف الموجة البيهيبيار مالها الخلال كل وحدة زمن مالكي أقدر أعرف خلال هذا الأوسلسكوب واضحة يا شباب ما صارت الموضوع لدينا يا شباب دفتور شوي بالرسم واضحة تمام سادة سيدة قول فاطمة يعني هنا يوجد مثلا قانون ونحن سنطبق أنه على المتطلع هاي الواحد سكنت مثلا لو هي بالجهاز رح يتواضح إنا هي بالجهاز البينا عند شذا كميثان يعني إحنا قلنا أنه واحد سكنت رح يكون البيك ما الموجة واحد سكنت المستخدام يعني آني الموجة داخلة عندي شنو مواصفات هي رح تبيض بس احنا هذ هنان كمثال يعني احنا لما قلنا أربعة سكن معها التردد ما لاتش 1.25 هيرت يعني ما كون شي تردد واقع ما كون تردد 1.25 هيرت ربع هيرت احنا كل نتعامل ويترددات يعني بالمية اقل شي مثلا انت شايفين مثلا 100 هيرت والباقي كل نصعد كيلو هيرت وميجا هيرت وقا هيرت يعني ما كون تردد هم كبر ربع هيرت بس احنا جتن يعني هذا كمثال حتى دستير واضح عد كم الصورة بانه وشلون الموجة هي دستير وشلون تنعرض عندي على الأوسيليسكوب وان من الحلالة نعرف الموجة ومواصفات هل الموجة بإشارة لداخل عندي وهذا فكش كل مهم بالنسبة للدوار الألكتروني يعني لما نجي نستخدم فلاتر لما نجي نستخدم أنت لقاير هذا كل مهم عندي انه اعرف شون تتضطرف هذه الموجة من خلال هذا الجهاز الألكتروني يعني دستخدم وياكم حوال حشباب تمام شكرا تمام أحد عنده سؤال بعد تمام أسا كمل إلى المحاضرة إذا ما أعطكم بعد سؤال واضح أعطكم المحاضرة طلعت نعم دكتور ظاهر أسا كم يقول الوسيقى is in fact a voltmeter instead of the mechanical deflection of metallic pointer as used in the normal voltmeter the oscilloscope used the movement of an beam against a floretan stick which produces the movement of visible spot the movement of such spot on the screen is proportional to the varying magnitude of the signal which is under measurement and the oscilloscope is like the voltmeter but we in the voltmeter which voltmeter which is the voltmeter which is voltmeter which is the metallic pointer which is حفرت عدنا الاوسيلسكور يعني البيل ما للألكترونج يستخدم الحركته على Philuricent shekirc فهو شه العبارة عن Cool fuurescent просто Carin حتى يسقط عليها الألكترونج ستتوحج وستضعت باواد T govern هذا التوخج هو اللي رح يرسم لي signal لي موثداتا. وهذا اللي هو ش رح يرسم لي رح يرسمني الموهمنت ما الفيزبون سبوت. فعن اقدر اعرف الالكترونات شون عندي زادة تحضر فيبين اللي من خلال الموجة ما تيش دون صايرات. بيصر عندي هذا الشكل اللي رح يرسم ادنى على الاصل سبوت. غرب الالكترون بيم can be deflected in two direction horizontal or x direction and the vertical or y direction plus an electron beam producing a spot can be used to produce two dimensional display plus TRO can be regarded as a fast x-y flota. هنش عندي الالكترون بيم رح يسر بي deflection بتجاه الhorizontal axis او الhorizontal اللي هو ال x axis او الvertical اللي هو ال y axis. فلاللي كترونة بح تبين لي spot هاي ال spot رح تتحرك ب two dimensional فلهذا انا بح نشوف على الاصل سبوت شكل الموجة اللي انا بتطلع عندي الموجة اللي تقوم ب two dimensional اللي هو ال x هو ال y. ال x-axis and y-axis can be used to study the variation of one voltage as a function of another. فانحيلي ال x-axis و ال y-axis يوارك تتقيم ال variation هات الموجة تتغيى على كل axis. ال x-axis اللي هو ال x-axis ال y-axis اللي هو ال y-axis اللي هو ال y-axis اللي موجودة. y-axis TRO is sanusoidal delivering and if y-axis represent the time axis then the spot move sanusoidal. and the familiar sanusoidal waveform can be seen on the screen of the oscilloscope. فهي احنا اشراح نشوف وحنشوف ال sanusoidal بذا كانت عندنا ال on-put signal بحيو sanusoidal فاحنا نشوف ال varient والتغيير بها sanusoidal signal فاحنشوف ال y-axis اللي موجودة. فاحنشوف ال y-axis اللي موجودة بشكل سريع بشكل سريع لعدكم بالMicrosecond أو بالنانوس الموجو مالتي اللي هو التردد مالات التايم مالات بالMicrosecond أو بالنانوس يعني التردد بالميجاهر حسب التزاني حسب التصليم اللي موجود اللي موجود ومواسطاتي فاحك داراني CRO basically operate on voltage but it is possible to convert current pressure's brain acceleration and other physical quantity into the voltage using transducer and or gain there visual representation on CRO احنش عدنا عدنا الاسيليسكوب عادتني نشطول عالبورتية بس احنش نقدر ال current اللي وطيع ال pressure الضغط brain acceleration التايم وباقي كميات الفيزيائي اللي موجودة انا اقدر احول ال behavior معي الى voltage باستخدام transducer وهذا تغير اللي موجودة عندي مانتك في voltage اقدر اعرضه على oscilloscope واضحة واضحة شباب عدتكم او لا واضحة الكتور مو كلش واضحة نعم مو كلش واضحة زي مو كلش واضحة بس احسة شوفكم هادي ان شاء الله سلامكم واضحة مو كلش واضحة واضحة عدتكم الشاشة شباب او لا نعم دكتور واضحة شاشة يعني بيّن عدكم اسا هذا الفيديو نعم جيد هسة شعدنا هاذا هو عمل الاوزلسكوب بطول انا ش عندي عندي اول شي اللي هو هذا رح نسميه رح نجعله مثلا نشطحها رح نسميه الالكترونيك جان هاذا الالكترونيك جان اللي هي رح تطلع عنا الالكترونات اللي هي جاية حسب الوقتية اللي موجودة عندي كفبية رح تسلط مجال على يعني هاذا البيم هاذا الشوقع باش نتخليهم بش Ord WHAT هاي الشاشة تتحرك لش يكون تتحرك باتجاه الاكس. هاي اللي هناله اللي هي تشتغل على الواي اكس. ش راح تسوي? راح تطلط مجال المناطي المجال كهربائي كورو مناطيسي. على الالكترون بين اللي موجودة هناله. فتخليه شي تحرك يتحرك باتجاه الواي اكس. يعني الارتفاع مع الموجة. فحنا عدنا شنو? عدنا الموجة. قلنا لما رح تضرب هذي السكرين. اللي هي الفلوريس السكرين. وشنو رح تكون الحركة مالبتن? عني رح تجي لنا عبارة عن الالكترونات دوت وقاف مقطورة. طبس هو لي انه سريع. فحنا شرح نشوفها رح نشوفها متوسط. فشو تشوفون? بان هو آن عندي هذا رح يجلبين. وضع ينعان. يعني بحث انت شوف الموجة ثابتة بس هي بواقع حاد هي ممثابتة. يعني هو آن اذا يطلع عندي هذا الالكترون بين. على البليت اللي هي على اكس اكس. والبليت اللي هي على الواي اكس. يسقط على السكرين. حسب البلطية اللي هي ممدودة عندي ماتة رح ترسم عندي شكل الموجة على الفلوريس السكرين اللي ممدودة. فيصير هذا شكل الموجة انت اللي تشوفه على السكرين اللي ممدودة. واضحة شباب? واضحة دكتور. دكتور الكترون من جوه يسر متحرك ثابت. نعم. الكترون من جوه يسر متحرك مثابت. متحرك مثابت. متحرك مثابت. متحرك مثابت. كل لحظة زمن يعني احنا حسب الموجة فاندول كل لحظة الزمن مو زمن معين. كل لحظة الزمن قان عندي الالكترون يسقط على هالنقض. بس هسا احنا ما رح نيجي نكمل شرح هذا. عشو بانه الالكترون لها زمن توفج. يعني هي السيكريين لما نغروها الالكترون وطفها الالكترون مش رح يصير بها رح يصير لها زمن توفج. فهو شنو رح يضل يجي عليها بحاجة انه قبل ما ينزل زمن توفج مالها. والعين تقدر تتحسس انه صار بها آآ بده ينزل تنزل الاضافة مالها. رح يرجع الالكترون يضرب نفس المنطقة. فانت لتشوفه شوفه بانه انت هي دائما عبارة عن موجة وحدة وثابتة وغالي وموجة وارحة كل شي ما بها. وتحسها انه هي ثابتة. يعني انه هي صورة وجاية. بس هي ورقة الحالية هنو صورة وثابتة. لأ. هو في كل لحظة زمن اكو الالكترون يقصف لنقطة من النقاط. يعني هس هذا الاحظة اللي اشوفه انتو. اللي موجودة ادنى. احنا في كل لحظة اكو قصف لكل نقطة من هذي النقاط. فهذه النقاط رح ضلت تتوحك كل نقطة لها زمن توفج. فحسب زمن التوفج مالسكرين هذي رح يرجع ويقصفه بحيث نعمل تتوين عندك واقع. اوكي شباب. واقع شباب. انا نستعد واضح. واقع. انا نستعد واضح. واقع. انا نستعد زمن. هسا نجي رح ناخذ الكاثدرايتيو بالCRT رح نحن نحكي عليه اللي هو الوصل السفر. طلع لكم المحاضرة مو تمام? نعم اجتعد. اه. نعم دكتور. الكاثدرايتيو بالCRT is the heart of CRO. The CRT generate the electron beam deflect the beam and also has a screen where beam become visible as a sport. The main part of the CRT are electron gun, deflection system, fluorescent screen, glasses tube or envelope based. قدنا شنوه الCRT اللي هو نحن نسميه الكاثدرايتيو اللي هو هنان اخيجي اقولك اللي هو قلب الCRO oscilloscope. يعني الCRT الكاثدرايتيو هو رح يكون قلب مال. الكاثدرايب oscilloscope. طبعا الCR الكاثدرايتيو انتو اذا شايفيه بالتلفزيونات القديمة اللي هو رح يصر عبارة عن تيوب. زيان؟ وبجة سكرين. زيان هذا اللي هو يسميه الكاثدرايتيو. الكاثدرايتيو اللي هو رح يكون مسؤول عن accelerate the beam. رح يعجليني الbeam ما لأليك تقونات حسب الموجة اللي داخل عندي. deflect the beam and also has a screen. رح يصبح deflection للbeam اللي موجود عندي. وكذلك رح يصبح عندي سكرين. رح نعرض عليها الbeasible support. زيان؟ اللي رح تجد. عسا نجي الى ال man part non CRT. الاجزاء الرئيسية اللي هي عندي بالكاثدرايتي. او شي عندي اللي الكاثدرايتيو. زيان? اللي هي رح تكون ما شفنا بالفيديو. هذا اللي هو المولد اللي رح يولد لنا الكاثدرا. بعدها عندي deflection system. اللي هو شفناها اللي هي رح تكون عندي اللي بلايك تاكسن والوايكس. اللي هي السكرين اللي رح يكون عندي اللي اللي هو رح يصر عندي مثل التيوب من الكلاس. اللي هو شي يخضي كل هذي المكونات منها موجودة. اللي بلايك تاكسن والباسي اللي هي القاعدة اللي رح تكون عليها الاجزاء كلها تشطول موجود. بسا الشematic diagram of CRT showing the structure and main components. هاذا اللي هو الرسم اللي آني موجود. هندي ما سيارتك. تاكو درايتيو اللي هو رح يبعيني. تاكو درايتيو. هاذا اللي عندي هنانا. لشوفو طلاب هاذا المغلق اللي هو الكيوب اللي صاير اهتنا. هاذا هو احنا نسميه اللي هو هنانا هاذا الهيتر ومكونات الباطل هي مثل انه اللي كترونغان. بعدين عندي فوكسين ذاني دفلكشن. هاذا مجموعة عملية دفلكشن عندي. عندي هنانا عندي هنانا الهورزنطل دفلكشن. هنانا عندي سكرين. رح تكون عندي. زين شوفو هاذا هنانا هي هذي باقي الاجزاء اللي هنانا اللي هو مو اجزاء من الكاثدريت. يعني انا عندي اجزاء ما وهو كاثدريت. وهندي اجزاء ما الكاثدريت. هذي اللي هي اجزاء الكاثدريت. هاذا اللي هو محدوز بهذا اللي كاثدريت. وهذه الاجزاء والمكونات. واضحة هاي شباب. احد عنده سؤال اياه قبل ما نمتخذ من المطورات. يعني حفوظ. انه لو بس مقرأت للفهم. لا لا لا. مطلوب هذا الرسم. احد عنده سؤال طلاب بعد. طبع. هسه يجي نحن ناخده بالترصة. رح نجي ناخده الكاثدريت. هل الكاثدريت. طبع. الشرحي يوفر الرحي ووفر لي بأنه. فوقف الالكترون بان موجه باتجاه الى فلورسن سكري this section starts from the heated cathode limiting the الالكترون control upgrade this gives negative potential the risk to cathode TDC this year to control the number of الالكترون in the بان حسن ال DCD موجود عندي ال DHI بل контрول يجري اندي موجود عندي بحي ينطيني контрول the number of electron بالبين تجد عندي electron بالبين اللي راح تطلب عندي على ستكين the momentum of electron the number x their speed determine the intensity or the brightness of the light between the electron from fluorescent ستكين due to the electron compartment الغلاط. عندي المال الالكترون. وسرقة الالكترون ليش راح تنطيني راح تنطيني ورح تنطيني اللي راح ينطلع عندي يعني انا بشكل عندي عدد الالكترون رابع. بشكل سرعة هذا الالكترون. احنا راح نشوف الوضوح مال الالكترون اللي موجودة عندي على شاشة الاوسيلسطور على شاشة الاوسيلسطور على شاشة الاوسيلسطور على شاشة الاوسيلسطور. يعني عادة يكون لوني راح يكون لوني راح يكون عندي لوني الأخضر نحنية فلح تنطيني ها اللون. because the electron are negative discharge. a repulsive force is created by applying a negative voltage to the control grid. and CRT voltage applied to the various grid are related to the respect to cathode which taken as a common point. this negative control voltage can be made by a one. طبعا اش راح يصر عندي. بما لو انا عندي الالكترون هي راح تكون شو حمالتها negative charge. فان راح اصدف عليها ازين بانه انا اول يعني اصدف عليها negative voltage بال control grid بال CRT voltage. على various grid. ازين اصدف عندي بالكترون. فهذا اش راح يطيني راح ينطيني ال negative control voltage. ازين اقدر احصلها. واسيطر بها على الموجة اللي اندي ما الالكترونة اللي طالعها. هسا نجي الى deflection system. هسا هذا الالكترون هو عبارة عن شو? عبارة حتى نرجع راجعها على سريحة تصروح. الالكترون كان هنا عبارة عن شو? عبارة عن كنتر. يولدلي الالكترونة. زين? هذي الالكترونة اللي راح تتولد. عندي اللي هو راح يسيطر لي. سويني control عليها. زين بحيث راح حدد ال 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 السرعة مالكة اللي لتنطلق بيها على السكنية. فهذا اللي هو يعني هو بمنموعة راح يكون مسؤول عن تولية الالكترونة وعن سرعة هالي الالكترونة وش كده عندي عدد الالكترونة تتروح عندي ال 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 with which beam can be positioned anywhere under the system. حس انا عندي الالكترون بي. لما رح يصير بيه تعجيل ورح يبجيني. ورح يفوت عندي نصراح يقول انك بالدفلكشن سيستم هذا ليشي بناصل في اقضي شوية. الى الدفلكشن سيستم شرح يسوي؟ تحدد لي مال الالكترونات على السيكريم. وهن رح تسقط هذا الالكترونات على السيكريم. فالدفلكشن سيستم اللي ما احكمد رأيكو. خيطول من. اللي هو. اللي هو. فان شو حيكون عندي؟ حيكون عندي. عملية السيطرة. واحد. من خلال السيطرة. من خلال السيطرة. واحد يكون عندي على الوريزنطر. واحد يكون عندي على الوريزنطر. وعشنا عصر الفيديو شوية اندصر عندي الحركة بالنسبة للوريزنطر. وللوريزنطر. فان شرح يجي. رح نولد. رح نسلط عليها. اللي هو. عسيش عندنا. من خلال السيطرة. هاري. كده يشوف. هارا قدنا. اللي هو. الشرح هصلك عليها. عندي هارا الوريزنطر. الوريزنطر. زيان عندي. رح يدخل عندي delay line. هذا delay line. اللي واحطيني control. على الوريزنطر. احنا طبعا بالنسبة لل. الوريزنطر. هاريزنطر. هاريزنطر. ايضا. رح يسوي. الوريزنطر. شنو. هاني هاذا الانكوزي. رح تدخل عندي. اللي موجودة. رح يصير لها. اواشي رح نسوي لها. بعديا. رح ندخلها. على. ديليلان. طبعا ندخلها ديليلان حتى. يعني تبحق تكون هنا. يعني تجيني الموجه هنا. على. ويما الالكترونة توصل. وهنا ايضا عندي. ثم رح يدخل بال. الوريزنطر. الوريزنطر. زين بعدا ايضا يدخل عندي. ايضا رح نسطل. طلب الطوطية عندي. على الوريزنطر. اللي رح تقول هدي مجال. حتى نبدأ احنا نطيطر. على الالكترون بين اللي انا جاي. فعندي شيء. مثل ما عدنات واضحين نعكب الناس حتى هنا. هنا نحن 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 ن فاني شو عندي لما عسلط مع بالاقور لما قام عسلط فاشترا حيصر عندي حيصر عني دفلكتد بالداموارد. وانا لما راح نسلطن هذا يعني صورة محضية للبواتية اللي موجودة على البرتكال والفريسانتال فالألفت فان بي سيصر لي دفلكت نتيجة لهذه الوقتية اللي مصلت على البرتكال. واضح شباب عمل دفلكشن بليت؟ طلاب دفلكتون ممكن يعادة سريعة؟ طمع الدفلكشن بليت عنا شو عندي نحن هاذ اللي هي الدفلكشن بليت اللي موجودة عندي هسل نشوف نحن هنا حتى غير واخع أكثر استاذ هذا الموضوع يعني بس شرح عالية؟ الدفلكشن بليت من هذان البليت اللي شو عدنا؟ عدنا على الـ X axis رح تكون عندي وحدة vertical وحدة horizontal فهذا شو عندي؟ عندي آني رح نسلط بولتية على هاي البرتكال بليت إذا كانت بالpositive أو بالnegative إيش رح تأدي؟ رح تأدي إلى أنه البيم شوفة البيم شون ذيتحرك كذلك تكون عليه ذيتحرك يمين يسار يعني آني إنا عند الـ ذيتحرك يمين يسار هذا نتيجة اللي شو يعني يروح يمين ويسار؟ هذا نتيجة للبولتية المسلطة عليه فشوفون هسهلين هنا أنا أدنا هاي التوصيل هات؟ هذي كل توصيل هو ما حصلت بالبولتية على الدفلكشن بليت هاي البولتية نتيجة اللي شو؟ بالاعتماد على شو؟ بالاعتماد على السيغنال اللي داخل عني شلو نوع السيغنال اللي داخل عندي؟ شكت آني عندي بتمشي هذي السيغنال بالـ بالـ ما هي شكت رح على ضوء هذا رح تصدف عندي بولتية على البلاي بحاش يشوف يشوفي أنه حسب هذي هي رح يصير بيها أوسيليت للبيم رح يصير بيه يعني آآ هناني يصير بيه أوسيليشن بين البلاي كان هسي حناني نحشة عن دني البلاي تعتديه بالـ بالـ رح يصير أوسيليشن بين هاي الـ بحاش إنه ترسم الموجة بالـ 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 بحاش يصير عندي آني زين رح يبين أنت على الشاشة واضحة هاي شباب؟ نعم دكتور واضحة الموجة بالـ الموجة بالـ البلايت اللي بعدها رح تجي تعتمد هنا عندي شمو تعتمد عندي أيضا على الموجة اللي داخل عندي هنانا شرح ترسمي رح ترسمي لأك فهسا إذا شوفوها مش تتصعد تتصعد فوق وجوه يعني هي أوشي تحركت يمين يسارت بيه بعدين ندخل على هذي البلايت إيش قام يتحرك متحرك متحرك فوق وجوه زين هاذي فوق وجوه حسب الـ مع السيقنال اللي داخلها فشنور رح يصير يعني يصير التسليط مع البوطية أيضا رح نتخلط على اليم بوطية بعد رح تولد لي مجال هذي رح تسقط عندي هنانا على هذي فرح يبين عندي الـ أوكي هسا بينا تعدكم هذي شنور فاني شعندي هذي يعني هو كو مضخص انا عندي بلايت زين كل واحدة بالتجاه واحدة رح تكون عندي بالهوريزنطال واحدة رح تكون عندي بالبلايت فاني رح اجي البيم والالكترون عد بح ادف عيمين أو ادف عيسار واني عندي الشيسبة البلايت الثانية اللي هي رح تحرك لي عندي بوك أو جوه زين اللي هو حسب الامفتودة اللي مهيدة عندي أوكي طلاب شباب واضحة عدكم الفكرة أوكي دكتور حد عنده سؤال بات سمام دكتور عش تيدك رح اوضحكم ايها فالتوضيخ لا خمينا ايش فالشي بصير شايفين الفيشة شايفين الفيشة لاعبين بيها اللعبة وما الفيشة ما طوبة وما هذي شايفيها لو ما شايفيها شباب نعم دكتور عش لو ما شايفيها زين الفيشة اللي موجودة ش عندك انت عندك ذول اللاعبين اللي محروضين بيها وعندك اللي انت اللي رح تفرها حداية اللي تتستخدمها حتى تفرها حتى تحدد هذا اللاعب وين يروح حتى الطوبة من تجي تضربها انت إذا تفرض هنانا حتى تطرفيضا اذا طوبة هي الموجة اللي احنا جاية عندنا هنا بعض الطبقة فانت رح تحرك اللاعب ماتك رح تحرك هذا الشرط كله الي هو رح تحرك اللاعبين يمين ويسار فانت حسب اللي جاي عند كنان نفس الشي حسب الموجة اللي عندي زين حسب الموجة اللي عندي قانا رح احرك البيم يعنا احنا هنا طلبات اللي هو اللاعبين واني عندي البلاي هي نفسها هاي الحديد اللي انت اللي هو الكنترولر نسميه الشفت تسميه اللي انت بيدك ده تحركه زيان هاده انت الصيفر علي تسلطر علي قوة خارجية بوقية خارجية حسب موقع الطوبة يعني هاي القوة او البوقية او الحركة مالكت على شنو حسب موقع الطوبة هناش عدنا هناش عدنا حسب موقع الموجة اللي داخل عندي بالاسترسكوب تيجي عدنا ميش رح تسوي هذا رح تفره لي قدام او لي وراك يعني انت لما رح تفره ميش رح يصير عندك رح تحدد الفيرتيكال مالكة هسا بش قد الامبليتيود مالكة هنالذي هناك انت رح تحدد شنون انت رح تصير حركة لي ورا او لي قدام بحث تحدد شنون انت رح تضرب الطوبة فانت سانت عندك طب عندك حركة حركة يمين يسار حركة فوق جوه هذي الحركة الفوق جوه اللي هو لحظة وصول الطوبة عندك رح تحركه انت بي ورا و بعدين حتى تضرب الطوبة بي زين اليمين واليسار اللي هو انت قبل ما توصل الطوبة لازم انت تعرف وين هو موجود وتحرك عليك فالشي مطمئة اللي هنقدر هنا نقرده بالاسترسكوب انه انا عندي تو بلي واحدة رح تحرك بيمين يسار واحدة رح تحرك بي فوق جوه حسب الموجة اللي موجودة عندك السيقنال اللي موجودة عندي بعث مني هيا رح تسقط عندي على الشاشة على السيقنال الاسترسكوب بحيث رح تبين عندي الموجة وشكل الموجة ترسن واضحة شباب ايه تمام دكتور ان شاء الله واضحة بسا نبدع نكمل بسا نبدع نكمل بلنا الفلورسن سكرين ما معنى لما السيقنال when signal becomes zero the time period of which the trace remain on the screen after the signal becomes zero is known as pre-resistance the pair resistance may be j as short as few microseconds or as long as ten of seconds off minutes انا ايش عندي الفلورسن سكرين الفلورسن هو كماعدة لما رح يسقط عليه الاليكترونات تم قصف به يعني نحنا قصفه بالاليكترونات احنا نسمى عملية قصف بالسكرين بالاليكترونات يعني الاليكترون رح يسقط على السكرين الفلورسن كماعدة رح تتوحج هذا التوخج مالتها بش رح يصير رح يستمدي فترة من الزمن يعني قالي مو بس رح اشيل الاليكترونات يعني بس رح الاليكترونات رح يتوقف ما يقصر رح يطفل يعني بالضبط مو مثل ما انه انت عندك اه شنون اوضح الكمياء ها ننته اسا لما عندك طريد الطفي ش رح يتسوي اذا مثلا نحكي على الشمعة النيون الشمعة اللي موجودة عنادي هي لترعص موجودة عنا عندي الشمعة اللي الشمعة النيون اللي موجودة عندي أو مثلاً إذا تريد نحكي مثلاً على الأضوارس اللي موجوداً للدار فتشي مقارب إلها يعني بس رح تطفي لتك كهرباء إش رح يصير عندك بيها رح يختفي الضوء مالهم مو صحيح رأسهم رح يطط بس إذا نجع إلى اللي قضوبات القديمة سابقاً زين اللي هي عبارة عن كويل أنت من رح تطفي كهرباء إش رح يأخذ تقطع الكهرباء عنك رح يأخذ فترة من الزمن يبقى هو متوهج ليش هذا لأنه كويل فات بي تيال كهرباء إش حمل كويل فتا مينطيني حرارة اللي هي موجودة عندي مادة اللي فلوريسنت هي بها خاصية بأنه أنت من يسقط عليها الكترون هي تتوهج وبعد أن يروح هذا الكترون من عنهم رح تبقى متوهجة لفترة من الزمن أقو فترة من الزمن رح تبقى متوهجة زين فهذه الفترة ما الزمن اللي هي رح تبقى فيها متوهجة رح تعتمد على مواصفة اللي موجودة عندي فآني هزا حلن نجي وهذا اللي إحنا شرح نسميه رح نسميه resistance long-presistence trace are used in the study of transient long-resistence health industry of transient since the trace is still seen on the screen after transient health disappear فسفورسيكرين كرسترستيك هذا اللي هو نحن نجيه للكرسترستيك ما الفسفورسيك يعني أنا ش عندي هات التوهج هات التوهج اللي هي رح تبقى هتكون هي حدد حسب مواصفات الآن الاستيسكوبيلي موجود عندي ليش؟ لأنه آني التوهج مالته إذا قل الزمن مالته طار الزمن ماله قريب ما التوهج معناها آني لازم أحتاج يكون اللي كنترونجان مالته سريع بحيث يلحك يكمل الموجه ويرجع يقصف نفس النقطة اللي بده بيها بحيث إنه قبل ما تخفف الإضاءة مالتها بنسبة 80% 80% اللي هو الفرق اللي تقدر تقدر عنه قبل ما تخفف هو يرجع يقصفها مرة ثانية بعد تبقى متوهجة ويظل المستخدم يشوفها إنه هي عنده الانتقنة الواضحة والإشارة واضحة وشكة الإشارة واضح إذا صارت زمن مالها طويل همي أنا مشكلة بيش إنه أنا رح أضل عندي متوهجة معناها أنا إذا صار عندي تغير بالموجة ويظلت متوهجة إش رح يصير رح يقصف مكان ثاني زين وهي متوهجة فاللي رح يصير عندي رح يصير تداخل بين الموجات يصير عندي مشوشة أو إنه رح ينتظر إلى أن تنتهي وتخفي يظل يقصف المنطقة الأخرى وهذا شرح يقدي رح يقدي أن تكون إجابة الأوسليسكوب قطيئة فهي الحالة هي لازم يكون عملية التوازن بينها إنه هي رح تحدد مواصفات الأوسليسكوب وسرعة إجابة الأوسليسكوب هسلي جي إلى الفيسفور سيكون كالسطرستي من الفيسفور ماتيريال having different excitation time as well as different فيسفور time are available فالتالب ما يسممه P1 P2 P1 P3 P3 they were short carelessness فيسفور and are used for the general purpose ocelliscope بالmedical ocelliscope require longer فيسفور decay and hence فيسفور like P7 P9 30 are perfect for such application as well as I have medical ocelliscope as well as these ocelliscope are needed to be fsfor decay to be better so we're going to use the fsfor 7 or fsfor 39 ocelliscope عندما صار عندي هذي المركبات مال فيس فورد. زين بدهوا يحددون هذي المركبات اللي موجودة عندي. اللي هي مال فيس فورد. كل واحد حسب مواصفاته بدهوا نضع رقم. زين فلقا قال هذا البيئر. هذا معناه بمواصفات. هل قد زمن يبطي. هل قد زمن يصير بيدكي. زين هيتشي المواصفات مالتين. هل قد يتحمل مثلا azzر عدة، ب Companyijزهz حمال حرارة هلك طول قم�에서. فبدو بيدن مواصفات. فحسب المواصفات مالات بس فورد هاي بتج ه BRASSر بستخدم PIP2Pi1Pti. زين ب point Games comm nob- thin 감사합니다 diffident. وهل أثناء المواصفات مالات بس فورد لدينا هنا بس فورد قامل ماخ York cities P-19, P-26, P-33 عساش عندي عني عندي الشغلات اللي هي تحتاج اللي هي very slow discipline مثلا رادارش راح نستخدم راح نستخدم الفيسفور 19 الفيسفور 26 والفيسفور 23 الفيسفور 17 وال 26 والفيسفور 23 والفيسفور الفيسفور P-1 P-2 P-I-P-1 P-2 P-4 والP-7 حسن عدم كل نوع من انواع الفيسفور حتكون الا مواصفات خاصة حسب الاستخدام اللي انا راح استخدمه للاوسيدسكوب راح تصنع الفيسفور screen من هال المواط اللي موجودة عندي الفلوريسن واضح الشباب هذه استاذ هاي المحاضرة يعني تيجي كشرح الموضوع أو كتعريف يعني مثل الأسكولوسكوب تيجي شريح تعريف شريح تعريف فراغات اختيارات سهل نأكلها بها اختيارات فراغات ممكن تيجي بيها وهو بيها يعني أسهلة تيجي بيها ممكن فتقروها افتهموها وهي النقاط المهمة اللي هنا استشرحنا عقلوها دي ارفزوا عليها وإن شاء الله يعني حد كل أمور كماشية يا واضحة يعني ما به شيء أمور بسيطة بس يحتاج أنه استهم السيكونس مالتها زين وخلاص ها هي واضحة كل جزين أحد عنده سؤال فعل شباب أدكم سؤال على المحاضرة واضحة المحاضرة شكرا لك دكتور نعم واضحة إن شاء الله إذن إذا واضحة المحاضرة إن شاء الله محاضرة هذا الأسبوع زين خلصة تستطيع المحاضرة أنتو المحاضرة موجودة عندكم نزيلتكم إياها وإن شاء الله تسجيل المحاضرة هميني نزيلتكم إياها دكتور عندنا المحاضرة العاشرة واللهدعش أنا أ password ترجمة نانسي قنقر